البنك المركزي أيضاً يا دولة رئيس فرض مبالغ رمزية بحجة غسيل أموال وذلك للتغطية على تهريب العملة ورح أقدم لك التقرير والتحقيق للنزاهة ولدوار في البنك المركزي تثبت أن البنك المركزي كان متواطع وفي أي محافظ كان موجود حتى يضمنون عدم محاسبة الأشخاص والشركات الواجهية التي يقوم باستخدامها على غلام طبعاً مشاهدين الكرام إذا ترجعوا للشباب هذه المعلومات كانت منشورة على موقع البنك المركزي ولكن تقد تم رفعها من الموقع وأنا قد حصلنا عليها بطرقنا الخاصة ولذلك أساد في هيئة النزاهة ومجلس القضاء العراقي أن يثبت هذه الحقيقة لماذا رفعت هذه المعلومات وهذه المعلومات من حق المواطن إذن كانت هناك أسباب كما ذكرت في المقدمة أن هناك تغطية من البنك المركزي ويجب أن يسائل محافظة البنك المركزي على هذا زين للإنصاف وحتى نضع المعلومة أمام السادة المختصين مصر في الشرق الأوسط كانت عدة واجهات تشتغل معه وزبائن وحسابات مفتوحة بالمئات لعدد من الزبائن هذه قد تم رصدها الشركات الواجهات التي اشتغلت إليها سأبدأ منها شركة شركة أولا شركة جوهرة الدانة للتجارة هذه الشركة هي شركة تجارة عامة جوهرة الدانة للتجارة هذه الشركة خلال عشر شهور بس من 2012 قامت هذه الشركة بتحويل أموال مجموحة مليار مئتين ستاش مليون دولار عن طريق مزاد العملة وين تشتغل؟ وين الشرق الأوسط هذه الشركة من يغذى حساباتها؟ تتغذى حسابات هذه الشركة من قبل رائد غلام ومحمد غلام بمجمع إداعات سكوك لغرض الدخول في مزاد العملة وتهريبها الغريب بالأمر اللي هاي يجب أن يتم التركيز عليها يا سادة يا مختصين أنه البنك المركزي هو الذي قام بالتغطية على هذه الشركة باعتبارها شركة تحويل مالي في حين أن القانون لا يجب للشركات التجارية القيام بعمليات تحويل مالية وتعتبر جريمة البداية قلت لكم جوهرة الدانة شركة تجارة عامة زيان شلون قامت بعمليات تحويل مالي تحولت إلى شركات صيرفة أو حولت مليار ومئتين وستاش عن طريق مزاد العملة تم أصدار أمر قبض على المدير المفوض لهذه الشركة من مدير المفوض لهذه الشركة لكن أسجيكم علي مدير لكن المدعو علي غلام اللي هو مالك مصرف الشرق الأوسط طلع المدير الهارب إلى خارج الراق خمس سنوات بعد خمس سنوات رجعه باسم مزيف وراح أشوفكم أنه سيد القاضي ماجد العرجي اللي كان في وقته رئيس الهيئة التمييزية الجنائية شلون جاوب على هذا وشلون أنه البنك المركزي قام بالتغطية على هذه الشركة هنا دخل القضاء هنا منا وراح نصعد القضاء سيتدخل بكل قضية هذا الكتاب مجلس القضاء الأعلى هذا الكتاب اللي أمامكم يقول على قضية أمر القالقبض وشلون جابوا الوليادات وليش البنك المركزي الممثل مالته اتنازل شوف السيد ماجد العرجي هنا شراح يقول بهذا الموضوع وين تواطع البنك المركزي هناك قرار قضاء صادر من محكمة تحقيق الكرادة بتاريخ تسعة تسعة الفين وخمستاش حيث ضد الشركاء المتهم مروان عبد الرزاق عبد الجبار والمشار إليهم أعلى وهم علي محمد غلام وجماعته وازدار أمر قبض بحق كل من تم إلغاء الأوامر القبض بحقهم مو تم إلغاء القبض بحقهم هنا أعيد أمر إلغاء القبض بتاريخ 12 داعش 2015 لأن ذلك مخالف للقانون والذي تم بناء على تنازل الممثل القانوني وأن قرار إلغاء إلغاء أمر القبض جاء من دون سند من القانون حيث أن الممثل القانوني لا يملك حق التنازل بل يملك حق طلب الشكوى من عدمه وبالتالي يكون قرار أمر القبض بحق كل المتهمين علي محمد غلام وراد محمد غلام ومحمد غلام حسين وعلي داود وعلي سعد علي داود علي وسعد فاق محمد وفاق محمد أحمد بحجة عدم توفر أدول لتثبت علاقتهم بالمبلغ الذي تم شراءه والفواتي المتقدمة المقدمة قد جاء مخالف للقانون وحيث أن الغطاء القانوني بالإمكان التلافي والتصدي له بالتصويت افتهمتوها مشاهد الكرام هنا سيد ماجد لاردي أنا حيي يقول لا يحق للممثل القانوني التنازل عن الشكوى هو الممثل القانوني ما المن؟ الممثل القانوني ما البنك المركزي يقول تنازلت عن الشكوى قال لي أنت مو من حقك أن تتنازل عن الشكوى القانون لا يجيز لك هذا زين فهنا هذا الذي يثبت تواطع البنك المركزي حيث يقول هنا أيضا الدوارب قد جاء خلاف القانون وحيث أن الخطأ القانوني أنه عملية إلغاء أمر القاء القبض على هؤلاء المتهمين والمتهم الهارب الذي تم عيده زين جاء مخالفا للقانون ومن حق القانون أن يصوب القرارات الخطأ لأن تتعرفون لدينا قرار ابتدائي قرار تمييزي استينافي تصحيح قرار بالقضاء العراقي هناك مجموعة من القرار لكن السؤال ليه يجي تنازل الممثل القانوني للمنك المركزي عن هذه القضية بناء على هذا الكتاب زين يقول وعليه وبغية الوقوف وبدقة على أدوار المتهمين المتهمين الملغى أمر القبض بحقهم والمذكورين علىه ومدى علاقتهم بهذه القضية ومن ثم بيان دورهم مع المتهم مروان عبد الرزاق عبد الجبار لذا قرر تأييد الطائن التمييزي ونقض القرار المميز حيث كان كما قرر وحسب الصلاحيات المنوطة بهذه المحكمة التدخل التمييزي المباشر بقرار الإحالة الصادر من المحكمة التحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيلة أموال والجريمة اقتصادية محافظة بغداد العدد كذا زين المهم القرار اصدار أوامر قبض بحق بقية المتهمين علي محمد غلام رايد محمد غلام ومحمد غلام حسين وعلي داود وعلي ساعد فاق ومحمد فاق ومحمد أحمد وفق حكام المادة ثلاثة من غسيل الأموال مقبل شوية قلنا ولم يثبت غسيل الأموال هنا صار ومن غسيل الأموال المرقم ثلاثة وتسعين لسنة ألفين واربع للوقوف على دور كل منهم ومدى علاقتهم بالمتهم مروان عبد الرزاق وإشعار محكمة النزاهة زين هذا القرار صدار تسعة ربيع الثاني ألف واربعمية وتسعة وتلاثين وفق حكام المادة بيتين وتسعة وخمسين على ألف على سبعة وميتين واربعة وستين الأصولية يا محافظة البنك المركزي عيب أن تخفى هذه الوثاق من الموقع أولا وعيب أن هذه الشركات يتم اكتشافها من وقت مبكر وتبقى تشتغل حتى هذه الساعة وعيب عليكم أنتم المحتضين هؤلاء السراق الذين سرقوا أموال العراقين بمليارات الدولارات أربع مسارف ما أخذت ثلاثين مليار تعرف الثلاثين مليار اللي طلعت وبعدها راحت إلى شركات لدول أخرى كان هسنا نبالطين شوارع العراق بذهب واحد وعشرين بسمك أربعة سمتين ما ظل ينفاكين حلوقنا للهواء ونبوع على الحرامية فلان وفلان 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 وشعبنا كاتل الجوع وأطفالنا سرطانات وعندنا نساء ورجال تشحت بالشوارع لأنه أكو الشم حرامي يتم التستر عليهم لكن وحق كل دماء شهداء العراق راح نفضحكم كلكم وأكرر عليك سيادة الرئيس هاي الحلقة الأولى أجيك بالحلقات الثانية وذا تريد هاي إيدي أنا هاي إيدي أنا نظيفة بيضة ما مستلمة تحط إيدك بيدنا توكل بله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر